موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرق قطاع غزة موسيقى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكر استقلال بلاده وأعرب الملك سلمان يحفظه الله باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مالي شقيق طرد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكر استقلال بلاده وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطلب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مالي شقيق المزيد من التقدم والازدهار التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عجلان العجلان وأعضاء مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس المنتدى تقريرا لسموه عن أعمال منتدى الرياض الاقتصادي كما التقى أمير منطقة الرياض أعضاء لجنة شباب محافظة واد الدواسر يتقدمهم المحافظ رئيس لجنة شباب المحافظة عبدالله المبارك ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العمري وقدم محافظ واد الدواسر لسمو أمير منطقة الرياض التقرير السنوي عن اللجنة وأنشطتها الهدفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المحافظة في بناء المستقبل وإشراكهم في أعمال التنمية ودفع عجلة التطور كما دشن سموه شعار اللجنة الذي يعبر في تصميمه عن المحافظة ويرمز للبذل والعطر التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبراس وعددا من أمناء المناطق بالمملكة وقدم مسؤولوء الوزارة أمام سمو أمير المنطقة عرضا مرئيا موجزا عن مبادرات الوزارة في برنامج التحول البلدي وكذلك تضافر جهود الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتنفيذ برنامج التحول الوطني وأشار سموه إلى تميز أداء القطاع البلدي في منطقة حائل ما أهل أمانة المنطقة لنيل جوائز الأداء والتميز لهذا العام ما تم نقاشه هو حقيقة ووضع خطوط عريضة من أهمها الهوية المحلية والماستر كلان الشمولي الذي يكون حقيقة خاصة في المنطقة نرجو بإذن الله مثل هذه اللقاءات للأخوان في الأمانات كأمنا ومع وزاراتهم وكذلك للمناطق أن تكون هذه اجتماعات محفزة تؤطر فيها هوية العمل وكيفية العمل المشاريع المقترحة مثل تلك الأمور لتأخذ حقيقة المدن أن تكون مدن نوعية وتصل إلى المنظور اللي حقيقة يوجه فيه ولي الأمر ويتطلع المواطن يستعد ثلاثمائة وعشرون طالبا للانضمام لسوق العمل في مجال علوم الطيران بعد تخرجهم من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران برعاية معالي وزير التعليم دكتور أحمد العيسى وتم الخريجون ثلاث سنوات من التدريب المتخصص وفق مناهج تعليمية متطورة تتوافق مع المستجدات العالمية بما في ذلك الاستفادة من الخبرات التقنية في مجال علوم الطيران وتعد الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران أحد برامج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتشرف على تشغيلها شركة كليات التمييز وتعتبر الكلية ضمن ثلاثين كلية تقنية عالمية تنتشر في أكثر من عشرين مدينة حول المملكة ويبلغ عدد متدربيها أكثر من خمسة وعشرين ألف متدربين ومتدربة الحمد لله نحن فخورين هذا اليوم بتخريج هذه الدفعة الأولى من الكلية التقنية العالمية على علوم الطيران لا شك أن الجهد اللي بذل في تخريج هذه الدفعة وأيضا إن شاء الله الدفعات القادمة سيكون لها أثر كبير إن شاء الله في توفير كوادر سعودية متخصصة في مجالات حيوية ومجالات دقيقة يحتاجها حقيقة سوق العمل وتحتاجها القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية وكذلك أيضا القطاع الخاص ونشكر حقيقة كل الزملاء القائمين على الكليات التقنية العالمية نشكر زملائهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جهودهم ونتمنى إن شاء الله نشوف الدفعات القادمة إن شاء الله والدفعات من الكليات الأخرى إن شاء الله لربط الأجيال بالتاريخ وتشجيعهم للإبداع وتعزيز للقيم الوطنية أقام مركز المبادرات بمؤسسة ميسك الخيرية فعالية تاريخنا ميسك بمنطقة جدة تاريخية وذلك احتفالا باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين اختيارنا لجدة تاريخية لإقامة المهرجان لعدة أسباب أهمها البعد التاريخ والثقافي لهذه المنطقة كذلك جدة تاريخية هي منطقة تراث سعودي عالمي مسجل في منظمة اليونسكو وأيضا ارتباطها بتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية من خلال بوابة جدة تاريخية اللي دخل منها مؤسس هذا البلاد الملك عبد العزيز طيب الله ثرى تاريخ نامسك تسعى لتسليط الضو على أهم شواهد التاريخ الوطني بإعادة ذاكرة السوار إلى مرحلة توحيد المملكة وما لها من ارتباط وثيق بجدة تاريخية اليوم الوطني هو يوم عزيز علينا كلنا لأنه هو يوم ما يتكرر غير في السنة مرة واحدة واليوم هذا بيذكرنا في كل عام اللي عمله الملك الراحل الله يرحمه ملك عبد العزيز فإحنا هنا عشان نذكر أبناء الجيل هذا والجيل المستقبل فإنه دا اليوم يوم عزيز علينا ولازم نحافظ على المكتسبات والثروات هذه وما تضيع مننا وما تروح فإحنا هنا بنحفز الجميع أنه يحافظ على تاريخنا ونحافظ على هذا اليوم ونحتفل بيه كل سنة لأنه يوم تاريخي للجميع بين فن وثقافة وتراث فعاليات مختلفة اجتمعت لتقدم للزوار تجربة فريدة ومميزة احتفالا بيوم الوطن عيا سحرتي جدا تزينت مناطق ومحافظات المملكة بالأعلام الخضراء احتفالا باليوم الوطني الثامن وثمانين الموافق ليوم الأحد الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي وأكملت أمنات المناطق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة تجهيز وتزين الطرقات والشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللوحات الاحتفالية العاصمة الرياض اكتست بالخضار فقد تزينت شوارعها وطرقاتها بأكثر من خمسة آلاف علم وطني وألف ومائة وإحدى وتسعين لوحة احتفالية تضفي طابعا جماليا وطنيا بطرق متعددة وأشكال مختلفة كما نشرت ستين بالونا ضخما وثلاثة عشر مجسما مضيئا وأنارت ستة عشر طريقا واثني عشر مبنى حكوميا باللون الأخضر أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض حفلا بمناسبة اليوم الوطني الثامن وثمانين للمملكة وذلك لما تمتاز به العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين نظرا للروابط التاريخية والمصيرية وأواصر القربة أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة في الرياض احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الثامن وثمانون للمملكة بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة المعينين في المملكة أوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وللعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب السعودي الشغيق بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا هي مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء واليوم الوطني السعودي هي يوم لشعب الإمارات وإن شاء الله بإذن الله الأفراح والمسارات تتوالى على هذا البلد الشقيق بفضل قيادته الرشيدة ويعكس الاحتفال مدى التكامل السعودي الإماراتي في مختلف الجوانب والأصعدة والارتباط الوثيق بينهما حيث اتسمت العلاقات السعودية الإماراتية على مر العقود الماضية بوضوح في الرؤى وثابات أمام التحديات لما تمثله الدولتين من صمام آمان لشعوب الخليج وللأمن القومي للمنطقة شرفنا وسعدنا بإقامة الحفل بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية الشقيقة وطبعا هذا الحفل يعتبر مناسبة عزيزة على قلوب كافة الشعب الإماراتي ولله الحمد العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في أفضل المستويات ومتكاملة على كافة الجوانب أبوي سلمان كل عام أنت بخير الله يخليك لنا وبهدف ترسيخ هذه العلاقات وتعزيزها أطلقت السعودية والإمارات في مايو من عام 2016 المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي والذي انبثق عنه انطلاق أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة تحت مسمى خلوة العزم لتعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية والمعرفية والبشرية إضافة للجانبين السياسي والعسكري وللتشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية سعود النشمي الرياض وبالتزامن مع اليوم الوطني الثامن وثمانين تستعد عدد من الجهات الحكومية للاحتفال بهذه المناسبة من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الضوئية والجوية في العديد من مناطق المملكة الفعاليات تتنوع ما بين أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية وعروض ومشاهد موسيقية وفلوكولورية وشعبية إلى جانب عروض الليزر والألعاب النارية من جانبها جهزت الهيئة العامة للترفيه مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميزة لمواكبة هذه الذكرى الثامنة وثمانين للمملكة إذ بلغ عددها مائة وثلاث وخمسون فعالية متنوعة تنظمها عشرون شركة متخصصة وذلك ضمن رزنامة اليوم الوطني تهدف الفعاليات لمشاركة فئات وأطياف المجتمع كافة للتعبير عن انتمائهم إلى وطنهم الغالي وتماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين وللمزيد عن فعاليات وأنشطة اليوم الوطني الثامن وثمانين ينضم معنا على الهواء مباشرة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبد الرحمن الخليفة مساء الخير أستاذ عبد الرحمن بداية مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعا اليوم الوطني الثامن وثماني للمملكة العربية السعودية حدثنا أكثر عن ما تقدم وهيئة الترفيه من فعاليات في هذه المناسبة الغالية مساك سعادة أخي سامة ونستغل هذه الفرصة لأعنع ويبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وليعاته بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعا مواطنين ومقيمين موجودين في المملكة العربية السعودية حقيقة لهي العمل الترفيه تعمل مع جهات أخرى في هذه السنة بشكل مميز ضمن الرزنامة موحدة اسمينا رزنامة اليوم الوطني نظرا للمناسبة المهمة على قلوبنا الرزنامة تحتوي على فعاليات نؤمن أن هذه الفترة ونهاية هذا الأسبوع هي فترة الكل يجب أن يسعد الكل يبتهج ولو يحق الابتهاج والسعادة والفرح قدمنا منها فعاليات متنوعة مثل ما ذكرت خلصامة ترفيهية رياضية ثقافية عملت عليها جهات مختلفة بشكل متناسق موجودة في جميع مناطق المملكة ومتاحة للجميع بشكل مجاني نعم طيب ما هي أهداف الهيئة ترفيه من إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة خصوصا في اليوم الوطني اليوم الوطني وفعاليات ترفيهية وفعاليات ثقافية وفعاليات فلكلورية إلى آخر الهدف العام والهدف الأسمى من إقامة مثل هذه الفعاليات طبعا سوق قطاع الترفيه قطاع واعد حقيقة للسنة الثانية على التوالي الهيئة العامة للترفيه تحاول رفع ما يقدم من جودة في هذا القطاع القطاع الترفيهي وأفضل موسم نستغله لرفع الجودة وتقديم أفضل ما لدى الهيئة العامة للترفيه وقطاع الترفيه والشركات العاملة معها هو كل يوم الوطني هو معيار لنا لنقدم كل الفعاليات بشكل أفضل هو معيار لنا لرفع مستوى الجودة وأيضا تقديم فعاليات مختلفة متنوعة تنقل الفرح والسعادة والبهجة للزوار الفعاليات المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للترفيه الأستاذ عبد الرحمن الخليفة أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المزيد من أخبار هذه النشرة بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد دعت الحكومة الشرعية اليمنية الصين إلى حث إيران على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية من خلال دعمها للميليشيات الانقلابية وقال سفير اليمن في بكين محمد المخلافي إن دعم إيران للميليشيات الحوثية الانقلابية سياسيا وماديا وإعلاميا ومدها بالسلاح والطائرات والصواريخ البلستية تسبب في إطالة أمد الحرب ما يشجع الانقلابيين على التهرب من استحقاقات السلام وطالب المخلاف المجتمع الدولي والحكومة الصينية بممارسة ضغوط جدية على الانقلابيين الحوثيين للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية في الشان اليمني لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران مصرعهم جراء غارة جوية استهدفتهم في مدرية الملاجم شرقية محافظة البيضاء وسط البلاد يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش تقدمها في البيضاء وعلى أطرافهم في استمرار لهزائم ميليشيات الحوثي في اليمن وعلى وقع ضربات أبطال الجيش الوطني أصبح الانقلابيون المدعومون من إيران في حالة انكسار أمام بطولات واستبسال رجال قوات الجيش والمقاومة في كل الجبهات فقوات واحدات الجيش لا زالت تحقق تقدما في جبهات عدة بدعم جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في البيضاء وعلى أطراف صنعاء ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات المواجهات العنيفة مع الانقلابيين الحوثيين تزداد ضراوة حيث استهدفت قوات الجيش مواقع الميليشيات شرق الحديدة والمناطق المحيطة ومحافظتي حج والبيضاء وجبال ميران بعد معارك ضارية مع الميليشيات بدورها استهدفت مقاتلات التحالف العربي دعم الشرعية في الساعات الأولى من فجر اليوم عربة تابعة لميليشيا في منطقة البياض بمديرية الملاجم وأسفرت عن تدمير العربة ومصرع كل من كان على متنها وفي غارة أخرى لقي عدد من الإقلابيين المدعومين من إيران مصرعهم ترى غارة جوية استهدفتهم في شرق محافظة البيضاء وسط البلاد صنعا لم تكن بعيدة عن غارات التحالف العربي فقد شنت المقاتلات غارات جوية على معسكر الصيان الذي تسيدر عليه الميليشيا بمنطقة الحصبة التطورات الميدانية تصب في صالح قوات الجيش اليمني التي باتت تسيطر على مواقع استراتيجية باليمن وتلاحق ميليشيا الحوث بالتزامن في جهات عدة أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بجروح مختلفة إثر استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة شرق مدينة غزة فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي شرق قطاع غزة يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في الوقت الذي اعتقلت فيه قوة الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين في بلدة يطا جنوب الخليل وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها خرابا فيما شددت من إجراءاتها التعصفية في محيط الخليل القديمة والأحياء الجنوبية من المدينة وعلى الطرق الرابطة جنوب المحافظة بحجج أمنية واهية سياسيا نادانا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف أعمال الهدم والمصادرة للمباني المملكة للفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية وأشار مالدينوف أمام مجلس الأمن الدولي إلى تدمير ومصادرة 117 مبنى في القدس الشرقية والمنطقة جيم مما أدى إلى تشريد 145 فلسطينيا بمن فيهم 82 طفلا وأثرت على سبل عيش 950 شخصا مضيفا أن سلطات الاحتلال حازت على الأرض في خان الأحمر المجتمع البدوي الذي يضم 181 شخصا وأعلنت الموقع منطقة عسكرية مغلقة إلى ذلك رفضت محكمة العدل العليا التماسات عدة من السكان لمنع الهدم وأكد مالدينوف أن جميع الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتعد عقبة كبرى أمام السلام معربا عن قلقه من استمرار تدهور الوضع الإنساني والأمني والسياسي في غزر أكد وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت أنه سيبحث مع شركاء بلاده الدوليين خلال اجتماعات الجمعية العموبية للأمم المتحدة الأسبوع المقبل آلية العمل المشترك لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم الفضيعة التي ارتكبت ضد الروهينغا في ميانمار جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الدولة في ميانمار سانسوكي حيث تمت مناقشة أزمة أقلية الروهينغا المسلمة وجهود تحقيق العدالة للمتضررين جراء الأعمال الوحشية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية انتشلت السلطات في تنزانيا اليوم الجمعة أكثر من مئة جثة بعد غرق عبارة في بحيرة فاكتوريا وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أنه تم إنقاذ سبعة وثلاثين شخصا على الأقل ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا جراء الحادث في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ أكد الرئيس الكوري الجنوبي مونجي إن أنه سيتوجه إلى نيويورك بعد غد الأحد لمناقشة عملية محددة لنزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى عقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وقال مونجي إن الزعيم الكورية الشمالي كيم جونغ أو مستعد لتسريع عملية نزع السلاح النووي لبلاده مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة هي الطريق للإعلان عن نهاية الحرب الكورية ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي وقع في مدينة ناقا وسط الفلبين إلى 22 قتيلة وقال متحدث حكومي إنه في وقت متأخر من مساء أمس تم انتشال 22 جثة فيما تم إنقاذ تسعة ناجين معربا عن أمله في إنقاذ مزيد من الأشخاص بعد يوم من انهيار أرضي تسبب في دفن أكثر من خمسين منزلا السلطات الفلبينية أشارت إلى أن هطول الأمطار بغزارة تسبب في خلخلة التربة ما أدى إلى حدوث الانهيارات في خبرنا الرياضي تتواصل اليوم منافسات جولة الوطن من كأس دور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة ثلاثة لقاءات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهني آل رئيس جمهورية مالي بذكر استقلال بلاده مصر وعناصر من الانقلابيين الحوثيين في غارات للتحالف العربي بصنعاء والبيضاء إصابة عدد من الفلسطينيين إثر استهدافهم بطائرة إسرائيلية شرق قطاع غزة أشكر لكم طيبة المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة